اهلا بكم من جديد في حسام غاربية تعيش تونس حالة من الجدل السياسي اثرى تجديد الرئاسة عزمها التوجه للجولة الثانية من الانتخابات التشريعية على الرغم من ضعف المشاركة في الجولة الاولى التي بلغت حوالي 11% الامر الذي اثار انتقادات واسعة من المعارضة في ظل دعوات من عدة اطراف تطالب رئيس قيس سعيد بتأجيل جولة الاعادة ابرزها اتحاد الشعب لكن سعيد قلل من اهمية تلك الانتقادات وتجاهل هذه الدعوات مؤكدا ان نسبة المشاركة لا تقاس فقط بالدور الاول بل بالدورتين في شرة الى الدور الثاني المرتقب تنظيمه بعد اسابيع حالة من الجدل المتجدد تسود الساحة التونسية اثر تصميم القيادة برئاسة الرئيس قيس سعيد تنظيم الدور الثاني من الانتخابات التشريعية خلال الاسابيع المقبلة رغم ضعف الاقبال في الدورة الاولى حيث شارك نحو مليون ناخب من اجمالي 9 ملايين يحق لهم الادلاء بصوتهم في الدور الاول بشهر ديسمبر الماضي وبحسب متابعين فان اجراء الدور الثاني من الانتخابات ضرورة ملحة لاستكمال المصاري الديمقراطية وبناء الجمهورية الثالثة استكمال خطوات الجمهورية الثالثة يمر عبر استكمال هذه المرحلة باعتبار المطلوب قانونيا ودوليا استكمال المصاري الديمقراطي وخاصة وهناك ترتيبات خاصة المنظمات الدولية صندوق النقد الدولي ينتظر هذا المصار السياسي ويرى مراقبون ان عزم الرئاسة المضي قدما نحو تنظيم الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في ظل مطالب سياسية ونقابية للتأجيل قد تقطع الطريق امام اي مبادرة للخروج من الازمة السياسية التي تشهدها البلاد طبعا اسرار رئيس الجمهورية على المضي قدما في المسار الذي كان اعلنه منذ بداية السنة الماضية ووصل تقريبا الى نهايته ما زالت اخر مرحلة فيه هي الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية بالتالي هذا الاسرار الذي حصل يوم امس خاصة خلال اجتماعي برئيس الحكومة يؤكد انه يرفض اي مبادرة اخرى سواء كانت للانقاذ الاقتصادي او السياسي في البلاد ويعمل اتحاد الشغل بالشراكة مع عمادة المحامين ومنظمات وطنية فاعلة لبلورة مبادرة لحل الازمة المتفاقمة في البلاد وعرضها على مؤسسة الرئاسة حين اتمامها ولم يعقب الرئيس قيس سعيد على تحركات اتحاد الشغل والمبادرة المنتظرة في ظل حالة من الجدل السياسي حول تصميم الرئاسة التونسية تنظيم الدور الثاني من الانتخابات التشريعية وسط مطالب بتأجيلها يبقى الرهان الاكبر على حجم المشاركة الشعبية في الدور الثاني للانتخابات البرلمانية المرتقب في الاسابيع المقبلة ياسر دبابش الغد تونس ونرحب في هذا الحوار من تونس بضيفنا معنا الأستاذ سرحان الشيخوي عضو نقبة صحفين التونسين أهلا بك معنا أستاذ سرحان ورحب أيضا بضيفنا من تونس الأستاذ أبو بكر الصغير الكاتب والباحث في العلوم السياسية أهلا بك معنا أستاذ أبو بكر أبدأ معك أستاذ أبو بكر يعني لا تزال نتائج الدور الأول تلقي بضلالها على المشهد السياسي الانتخابي أو المشهد السياسي ككل في تونس هل ترى حضرتك أن الجولة الثانية ضرورية لاستكمال عفوا المصار الديمقراطي أم أن الشعب غير مبالي بهذه الانتخابات بتاتا بساء الخير أعتقد أنه في تقدير موقف الرئيس الجمهورية أن المسألة لا تتعلق بنسب مشاركة في هذه المحطة الانتخابية أو تلك بقدر ما هي موصولة بمشروعه هو تأسيس منظومة سياسية جديدة كاملة لتونس تقطع تماماً مع المنظومات السابقة وخاصة تلك التي قامت خلال العاشية الماضية فرئيس الدولة كان واضحاً منذ البداية من خلال خريطة طريقة التي دفع بها بعد 25 يولو 2021 دستور جديد برنامان جديد مجلس محلي وجهوي جديد كذلك منظومة سياسية مشهدية سياسية جديدة وبالتالي هو في رؤيته وفي تقدير موقفه الأمر واضح فمن يريدون أن يدفعوا بنوع من التفاوض أو مبادرات فهي أعتقد أنها تأتي في الوقت الضائع وفي الظرف الخاطر لأن رئيس الدولة لا يعطيها أهمية كبيرة بمعنى أنه ورؤيته واضحة ومشروعه واضح والتزم به داخلياً وخارجياً أنه يريد لتونس مشهداً سياسياً آخر تماماً مغايراً فصله هو وحده لم يشرك فيه أطراف سياسية أو اجتماعية أخرى وأسس له هو وحده وبالتالي يتجه به إلى استكمال كل المحطات التي التزم بها في خريطة الطريق سيد سرحان الشيخوي أهلاً بكم مرة أخرى لماذا قصر قارتاج برأيك مصمم على المصاري الانتخابي رغم الانتقادات ورغم أيضاً العزوف في الدور الأول عن هذه الانتخابات هو أولاً يجب التأكيد على أن هذا المصار الانتخابي هو مصار شكلي وهو مجرد واجهة فقط لإرساء المشروع السياسي لرئيس الجمهورية أولاً يجب التأكيد على أن الأزمة في تونس لم تنطلق بالدور الأول الانتخابات البرلمانية بل انطلقت ترتيباً كرونولوجياً واضحاً وصريحاً عند إرساء أو نشر القانون الانتخابي الذي فصل فيه رئيس الجمهورية كل المصارات على قياسه يعني أعادة بناء ما يسمى بالدوائر الانتخابية وفق منطق المعتمديات وليس منطق الولايات يعني أعادة ترتيبات أخرى وفصول أخرى داخل القانون الانتخابي خاصة في علاقة بنظام الاقتراع الذي انتقل من نظام الاقتراع على القائمات إلى نظام اقتراع على الأفراد في دورتين من هنا انطلقت الأزمة وصولاً إلى الدور الأول الانتخابات البرلمانية الذي شهد عزوفاً كبيراً في تونس وهو عزوف غير مسبوق نتحدث عن نسبة 11% يعني تونس تصنف مع دولة هايتي وتصنف مع دولة أفغانستين التي كانت فيها التنظيمات الإرهابية تهدد كل من يذهب إلى سندق الاقتراع بالقتل لكنهم ذهبوا بنسبة 19% أي أكثر من الشعب التونسي الذي دعاه رئيس الجمهورية أكثر من مرة للذهاب إلى سندق الاقتراع لكنه خير أن يكون خارج كل هذا المسار وبالتالي نحن الآن نتحدث عن مسار انتخابي لا شرعية له ولا مشروعية لا شرعية له باعتبار أنه أسس له رئيس الجمهورية في عزف سياسي وقانوني منفرد بقانون انتخابي بإعادة تقسيم الدوء الانتخابي بكل تفاصيل وليست له مشروعية شعبية باعتبار أن أغلبية الشارع التونسي قرر مقاطعة هذا المسار وكان خارج المسار تماما وبالتالي ما الذي يمكن أن يفرزه هذا المسار سيفرز برلمانا منفصلا تماما عن المجتمع السياسي باعتبار أن أغلب العائلات السياسية قررت مقاطعة هذا المسار وأيضا سيفرز هذا المسار برلمانا منفصل كليا على المجتمع بمفهومه الشعبي باعتبار أنه الشارع التونسي والشعب التونسي خير أن لا يذهب الانتخاب بهذا البرلمان وبالتالي أسئلة كثيرة تطرح يمكن أن يكمل رئيس الجمهورية هذا المسار بكل ما يريده لكن أي مشروعية وأي شرعية لهذا المسار إن كان مقاطعا سياسيا حزبيا ومن المجتمع المدني ومن الشارع التونسي أيضا أستاذ أبو بكر قبل أيام كان هناك لقاء تلاثي ما بين رئيس قيس السعيد ما بين وزير الداخلية توفيق شرف الدين وأيضا مراد سعيدان مدير الأمن الوطني في تونس تحدثنا ذلك قيس السعيد في هذا الاجتماع على أن هناك من يريد إفشال الدور الثاني لهذه الانتخابات بأموال من الخارج هل رئيس قيس السعيد برأيك وحسب ما يقول البعض يريد أن يعلق شماعة فشل هذه الانتخابات على ربما الأموال المرسولة من الخارج لإفشالها بما أنه باث يعرف أن الدور الثاني سيكون ثماما كالدور الأول للانتخابات حسب البعض نعم رئيس الدولة في وعيه السياسي وكذلك في خطابه هو يتحدث كثيرا عن المؤامرات سواء من أطراف داخلية أو خارجية وقد تم فتح أبحاث في هذه المسألة ولكن لم تظهر أي نتائج إلى حد الآن أعتقد أن رئيس الدولة يدرك أن هناك أطراف لا تريد لمصاره أن يستكمل كل محطاته بقدر ما تريد إفشال هذه التجربة التي انطلق فيها يوم 25 يوليو 2021 لمصالح داخلية وكذلك لأجندات خارجية وبالتالي رئيس الدولة يرى دائما أن هناك قوى داخلية وخارجية تناور وتتآمر على مشروعه السياسي ولكن ما أعتقده أن هذا الخطاب لا يستقيم مع وقاء الأمور لأن الظرف في تونس هو بالفعل هناك إنجاز ومشروع سياسي يتجه إليه رئيس الدولة ولكن هناك أولويات أخطر بكثير وقد تجهد حتى هذا المشروع الذي أسس له الرئيس قيسعيد بما يتعلق بالوضع الاجتماعي والاقتصادي والمالي بالبلاد لأن في نهاية الأمر إذا تأزمت الأوضاع في تونس وإذا تم ضرب السلم الاجتماعي والاستقرار الاجتماعي لن يكون هناك حديث لا على انتخابات أو عن مشروع سياسي ما أعتقده أن على رئيس الدولة أن يعطي أهمية قصوى لما هو موصول بالشأن المالي والاقتصادي والوضعية ربما هنا أقتبس كلامك سيد أبو بكر في أحد المقابلات السابقة معنا قلت أن اختراق لكي يخترق رئيس قيسسعيد قلوب تونسيين لابد من إيجاد حلول آنية للأزمة الاقتصادية هل أمامه هذا الوقت ربما لإيجاد هذه الحلول الآن قبل الانتخابات؟ القضية ليست قضية وقت قضية أن يعطي رئيس الدولة أهمية كبيرة لهذه المسألة في الأيام الأخيرة هناك بعض المبادرات كإقالة وزيرة التجارة وأحدث تغييرات في مستوى إدارات كثيرة فيما يتعلق بالسهلاك والمنتوجات والمواد الأساسية المواطنين ولكن هذا لا يكفي فالمطلوب رئيس الدولة أن ينكب بشكل كلي ويعطي الأولوية القصوى والكاملة لهذا الموضوع لأن التونسيين في نهاية الأمر ما سيدفعهم للخروج إلى الشارع ليس شعارات تدفع بها حركة المعارضة أو أطراف سياسية أخرى بقدر ما هو الرغبة في توفير القوت اليومي وفي توفير حد أدنى من الحاجيات الأساسية وهذا هو المشكلة الأس الذي يتهدد الاستقرار والسلم الاجتماعية في تونس وعلى رئيس الدولة أن يدرك بشكل كبير هذا الجانب وأعتقد أن التقارير الاستخباراتية التي ترفع رئيس الدولة والتي كانت قصرت في جانب الانتخابات في دورتها الأولى لأنها لم تنبه وتحذر رئيس الدولة أن الأقبال سيكون ضعيفا في المحطة الأولى من هذه الانتخابات واتجهت كل العملية الانتخابية لاستكمالها فكانت النتيجة التي رأيناها أعتقد أن الأمور اليوم وصلت إلى درجة بالفعل أستاذ سرحان، إتحاد الشغل كانت لديه مبادرة ربما لإيجاد حل لهذه الأزمة الاقتصادية هل بإجراء هذا الدور الثاني من الانتخابات التي يطالب إتحاد الشغل بتأجيلها ربما تم قطع الطريقة مما أي مبادرة من إتحاد الشغل الآن؟ وتم قطع طريق أمام كل المبادرات ليست مبادرة الاتحاد العام التونسي الشغل والاتحاد العام التونسي الشغل لم يقدم مبادرة وحيدة بل قدم أكثر من ثلاث مبادرات منذ سنة 2019 لكننا منذ سنة ونصف تقريبا نحن نتجول فقط داخل عقل الرئيس نحن أسرى للمخيال السياسي لرئيس الجمهورية نحن أسرى للمخيال القانوني والمخيال الدستوري لرئيس الجمهورية وخارج كل هذه الأطر لا يوجد لا إطار اقتصادي ولا إطار اجتماعي نحن في مغامرة لشخص رئيس الجمهورية حدد فيها كل العناصر الكبرى وعناصرها الكبرى يمكن أن نتحدث فيها في ثلاث أو أربع نقاط نحن في تونس نسير بسرعات مختلفة سرعة سياسية فائقة للعادة سرعة سياسية يمكن أن تقاس بسرعة الضوء يعني سياسيا قمنا بغلق البرلمان يعني قمنا بتجميده قمنا بإيقالة الحكومة رئيس الحكومة قمنا باستفتاء استشارة إلكترونية دستور جديد قانون انتخاب جديد يعني في سنة ونصف كانت هناك الكثير من المحطات لكن اقتصاديا نحن في مربع السفر لم نتحرك تماما وبالتالي فأنا أقول لك أن الملامح الأساسية لفكر رئيس الجمهورية هي ملامح دستورية قانونية سياسية لا علاقة لها لا بالبعض الاجتماعي ولا بالبعض الاقتصادي وبالتالي هذا ما يمكن أن يفسر أن رئيس الجمهورية لا يتفاعل مع كل المبادرة الاقتصادية والاجتماعية التي تقدم له سواء من اتحاد العام التونسي الشغل أو من المنظمات أو من الأحزاب الأخرى أو حتى من الأشخاص المقربة جدا من رئيس الجمهورية نحن فقط نسير باتجاه واحد نسير باتجاه مشروع سياسي لا علاقة لا بالملف الاقتصادي ولا بالملف اجتماعي له شكرا جزيلا لك من تونس ضيفنا الأستاذ سرحان الشيخوي عضو نقابة الصحفيين التونسيين كما أشكر أيضا من تونس الأستاذ أبو بكر الصغير الكاتب والباحث في العلوم السياسية ضيفنا الشكر جزيلا لكم حصتنا المغاربية متواصلة معكم وفيها بعد الفاصل القضاء الجزائري يستأنف محاكمة ويحيا وسلال وبدوي وسبعة وزراء سابقين في قضايا فساد ترجمة نانسي قنقر